أهلا بكم من جديد تمكن فريق طبي أسترالي من استخراج دودة حية طولها ثمانية سنتيمترات من دماغ سيدة تبلغ من العمر أربعة وستين عاما وقال الفريق الطبي إن رحلة معاناة المريضة بدأت في عام 2021 وكانت تشتكي من الصداع المستمر وألام البطن والغثيان وبعدها تطورت الأعراض إلى السعال وارتفاع درجة الحرارة والنسيان وهو ما استوجب إحالتها إلى مستشفى كامبيرا لفحص دماغها بالرانين المغناطسي وكشفت صور الأشعة بعض التشوهات التي تطلبت تدخلا جراحيا من قبل الفريق الطبي التي تفاجأ بوجود هذه الدودة وعلق جراح الأعصاب الدكتور هاري باندي التي أجرى العملية بأنها من الحوادث التي لا تتكرر في حياة الطبيب المهنية مرتين ترجمة نانسي قنقر